فاطمة أوراني لعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البرلمبي الميدالية الدهبية في بطولة العالم المقامة خلال الفترة من 10 ل21 يوليو بمدينة نور سلطان في كازاخستان بتشارك مصر في البطولة ببعثة بتضم 20 لعب ولعبة بتضم كل من إبراهيم أمين عضو مجلس إدارة اللجنة البرلمبية المصرية رئيسا للبعثة ومحمود نبيل مدرب وشعبان إدسوقي مدرب عام ومحمد عوض مدير إداري الميدالية الدهبية اللي حققتها فاطمة هي الأولى في منافسات بطولة العالم بكازاخستان وطبعا بننتظر بقى المزيد من البعثة البرلمبية اللي لعبتها دايما مع ودن على تحقيق ميداليات بشكل كبير فهي بطولة بيشاركوا فيها إن شاء الله